موسيقى بشهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة اجتياح وانقلاب وقتل وقصف وتشريد ونازحين وحصار وتجويع وإرهاب واختطاف وتفخيخ وألغام وتعامل مع كل العصابات الإرهابية وإخراجهم من السجون وإطلاقهم للعبث بالمجتمع والسلم العام وزعزعة الأمن والاستقرار في كل مناطق اليمن تهديد دول الجوار وتمرير المشاريع التآمرية ضد الإقليم والدول العربية بشكل عام هل يمكن أن ننسى الدماء التي سالت وهل يمكن أن نتهاون مع من ارتكب المجازر تلو الأخرى في مختلف المحافظات وهل يمكن أن نصبر لمن أثار الخوف والرعب في كل مدينة وحارة وقرية وتسبب في نزوح وتشريد الآلاف من المواطنين إلى مساكنهم ههم يظهرون بخطابات عقيمة لا تخدم الوطن ولا يوجد لها تفسير إلا نفسيات مريضة جرة الويلات على الوطن والمواطن ولا يوجد حل لها إلا بذهاب هذه النفسيات المريضة وإعادة الوطن إلى بر الأمان بالقدرة على عمل ما يمكن عمله لإزاحة هذه النفسيات من مشهد اليمن القادم نرحب بكم أجمل ورق ترحيب كما نرحب بضيفنا الكريم هنا في الستوديو والأستاذ نوح الجاسر الناشط السياسي أهل وسهلا فيك الوطن يأن منذ أكثر من ثمانية أشهر وهناك خطابات عقيمة تظهر في مرات عديدة هذه الخطابات إلى الآن لا تخدم الوطن ولا تبشر أن هؤلاء الناس يمكن أن يتعظوا ويمكن أن يعودوا إلى رجدهم وبعد هذا الغي وبعد كل هذا الدمار والخراب الذي جروه على الوطن والمواطن بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم أولا الرحمة على الشهداء والشفاء للجرحة والنصر والمجد لليمن أخي الكريم ماذا تنتظر من أسوأ من وطأت أقدامهم في الأرض اليمنية الطاهرة أخي الكريم هؤلاء الذين تتحدث عن خطاباتهم الأخيرة إذا تحدثت عن المخلوع فهو حاقد على الشعب اليمني الذي خلعه بعد فترة ديكتاتورية استمرت أكثر من 33 سنة تنتظر من ماذا من عبد الملك الحوثي وعصابته الذين يريدون أن يحولوا المشروع العربي إلى مشروع فارسي الذين يريدون أن يحولوا اليمن أصل العرب إلى قطعة من إيران أنت تتحدث عن ألد أعداء الأمة العربية وخصوصا اليمن هؤلاء أصبحت خطاباتهم عقيمة يعانوا من مشاكل نفسية حاقدين على الشعب اليمني دمروا مقدرات شعب دمروا وطن أحرقوه في كل المناطق أحرقوه في مأرب أحرقوه في عدن دمروا تعز أحرقوه صنعة ماذا تنتظر منهم كل خطاباتهم أصبحت فاشلة هائسة تعكس مدى الانهزامية الذي في نفوسهم فإذا نظرت إلى الخطاب الأخير حق المخلوع علي عبد الله صالح خطاب متناقض من أول كلمة إلى آخر كلمة يتناقض مع نفسه لو تنظر إلى الخطاب حق أنفه أكثر من 67 مرة أو أكثر يتحدث عن الأشقاء السعوديين بعد شوية الأعداء السعوديين يتحدث عن يريد أن يدس المكيدة بين الإخوة الإماراتيين والإخوة السعوديين بأسلوب غبي مفضوح جدا جدا يتوقع أن الإخوة في دول الخليج بيسمحوا لها أو يتعاطم على أقلية حقه يأتي بعد هذا إلى التعاطي مع شعب منكوب مدمر في حالة إنسانية حرجة مأساة في كل مكان ويطالبهم بالاستمرار استمرار ماذا؟ استمرار الصمود من أجلك؟ استمرار الصمود من أجل مشروعك التدميري؟ استمرار في الصمود في خراب الوطن؟ هؤلاء لا يمتلكون ذرة عقل؟ هؤلاء عبارة عن نفسيات حاقدة مريضة لن تفيد الوطن بل ستدمر ما تبقى من اليمن لكن شعبنا قادر على أن يدوسهم بأقدامه شعبنا الشعب اليمني عظيم شعب اليمني رفضهم في 2011 الشعب اليمني رفضهم في ثورة سبتمبر رفض المشروع السلالي الطائفي في ثورة سبتمبر الشعب اليمني قادر على إزاحة هؤلاء الحاقدين أخي الكريم تتحدث عن خطاب الحوثي خطاب الحوثي أكثر من ساعة ونص وهو يتكلم في كلام إنشائي لا تستطيع أن تستخرج منه أي كلمة مفيدة كلام حاقد على القيران حاقد على الشعب اليمني 90 دقيقة لا فائدة منها شوف ماذا تنتظر من شخص يستعدي قيرانه؟ ماذا تنتظر من شخص يستعدي قيرانه؟ أنا كيف أستطيع أأمنك على مستقبل وطن وأتكلم معك وتعطى معك على مستقبل يمن وأنت تتكلم على أعداءنا نحن أكبر مساحة جغرافية من الحدود مع المملكة العربية السعودية ثانيا نحن علاقتنا التاريخية من آلاف السنين معشقاءنا في دول الخليج في محيطنا الإقليمي لماذا تقفز بنا هذا الكيلو مترات ألاف الكيلو مترات تريدنا أن نصبح متحالفين مع إيران والمشروع الفارسي ضد المشروع العربي لا يمكن أن نقبل هذا ثانيا عندما يتحدث عن السلالية المقيتة والعنصرية والتعاطي المقيت في كلام فوضوي يشعرك أن هذا لا يمتلك متقال ذرة من الروح السياسية أو الحقل الذي قد ربما تؤمل في أن يحكم اليمن بعقل وسياسة ويدير رجؤون البلد بحكمة أو بحنكة لا يوجد هذا شيء علي عبدالله صالح حاقد عبد الملك الحوثي حاقد وسلالي طائفي مقيت علي عبدالله صالح يريد أن ينتقم للشعب اليمن لأنه عزله في 2011 وعبد الملك الحوثي أراد أن يستخدم مطية الحرس الجموري وقوة علي عبدالله صالح لتدمير اليمن أو يحكمهم بالغصب ويرفذ المشروع الخارجي نعم نعم يعني حقيقة هناك إفراغ من محتوى هذه يعني لا يوجد أي رسائل للمجتمع المحلي أو للمجتمع الآخر الخارجي الذي يمكن أن نقول ما هي الرسالة التي يودون كانوا من خلالها إيصالها يعني للداخل والخارج ما أنا أريد أن أستفهم إذا كانت تتحدث عن الرسالة التي يود خصوصا للحوثي إيصالها فلتنظر أول بعد سقوط صنع في نكبة 21 سبتمبر على طول المليشية الحوثية تعمل مناورة على حدود المملكة العربية السعودية هذه الدولة الشقيقة التي احتوت وحضنت أكثر من ثلاثة مليون مغترب يمني الدولة التي سندت اليمن على مدى نصف قرن في جميع نكباته الدولة الشقيقة الذي فتحت ذراعيها لكل أبناء اليمن عبد المملكة الحوثي يعمل مناورة على حدودها كرسالة تهديد هذا أولا ثانيا بالمنطق من أنت حتى تستعدي السعودية المملكة العربية السعودية دولة قوية لها قواتها على مستوى الشرق قال أفوا بس فقط للتذكير أن هذا التهديد سعودي ضد اليمن و واحد من الكتاب قال لو كانت السعودية تريد شراً باليمن كان يكفي أنها تخرق الاثنين من مليون من اليمني المغتربين المغتربين و انتهى الموضوع يعني و بتعمل لكم مشاكل الدنيا ضد إلى ذلك السعودي لها فقالها السياسي في الشرق الأوسط يعني أشتب فقط عنشان نأثر الموضوع فقط هل كسب الحوثي أو علي صالح المخلوع شيئاً من ظهورهم الأخير يعني هل كانوا يريدون شيئاً لإصاله هل كسبوا أم خسروا علي عبد الله صالح في ظهورها الأخير أذاع بيان انتهائه بكل ما تعنيها الكلمة علي عبد الله صالح انتهى و أكبر دليل خطابه الأخير لماذا علي عبد الله صالح لم يستطع أن يتكلم في شيء حققه لا على المستوى الميداني ولا على المستوى السياسي على المستوى الميداني الانتصارات في ماري برعبتهم و وزعقتهم ما شاء الله القوات القيش الوطني و المسنود قوات التحالفة الآن على مشارف صنعاء ضواحي صنعاء بالقرب من خولها الصروح أصبحت شبه محررة تعز تنتصر بالأمس غارات موقع أهلاهم في الحديدة الأمن السياسي هناك أحداث تدور توحي على أن علي عبد الله صالح و حليفه الحوثي على وشك الانهيار التام يعني هو خطاب النهاية خطاب النهاية بلا شك أخي الكريم خطاب النهاية إذا كان يوجد أي شيء يستطيع أن يقدمه علي عبد الله صالح في الخطاب لا تكلم به بكل قرأة و نحن نعرف وقاحته الرقل وقح تحدث عن صاروخة التشكة الذي قصف بها لشقال ماراتيين و حاول أن يتملص منه لا يوجد معهم أي شيء أحدثه غير هذه النقطة لكن على المستوى الميداني معرب تحررت عدن المحافظة الجنوبية بشكل عام تحررت وصبحت الآن تنهض وتحيش بسلام و أمان و رغم الأشياء التي تحدث لكن لا تحدث في دول آمنة و مستقرة نعم المتتبع لكل الحديثين يعني حقيقة هو سياسيا عندما يحدث شيء يكون هناك فرصة لقائد هذه المجموعة بالظهور لقول شيء معين لم يكن هناك حدث من خلاله ممكن يظهر لكنه ظهر في النهاية هذا الحديث اثنين تعودوا المواطن من التهديد و الوعيد و الخيارات الاستراتيجية غابت الخيارات الاستراتيجية في خطاب السيء في خطاب الأخير دعني أخي الكريم أولا أوضح نقطة مهمة هناك خلافات سرية عميقة في التنظيم المليشاوي في عبد الملك الحوثي و علي عبدالله صالح أصبح صراع ظاهري على الزعامة فالأهم من ذلك ظهورهم في خطابين متتاليين في يومين هو الصراع حقيقي على الزعامة وهذه بداية النهاية الحقيقية هذا نقطة النقطة الثانية يا أخي الكريم لا يوقد شيء يتحدثون عنه عن ماذا تريدهم يتحدثون الميدان في كل ما يفقدوا محافظة المستوى الدولي والسياسي أصبحت حتى النظمة الحقوقية ترفع تقاريرها على إجرام الحوثي يا أخي هذا يضيف قريمة نقل الماء تنتظر منها يا في إب يعتقل الناشطين السياسيين الذين يريدوا أن يغيثوا تعز بقطرة ماء لم تعملها إسرائيل على غزة هؤلاء لا يحملون سوى الحقد الدفين في نفوسهم على أبناء اليمن وكل الذي يتبعونهم إما يقهله أو يميلوا إلى المشروع الطايف السلالي أو إلى القيش العائلي نعم يعني الخيارات الاستراتيجية فرحة؟ أخي الكريم تتحدث عن خيارة الاستراتيجية ومية هؤلاء يبيعون الوهم على أتباعهم نعم يبيعون الوهم على أتباعهم أدق كلمة أن توصف بها الخيارة الاستراتيجية ماذا يمتلك الحوثي؟ يمتلك عشرين صارخ باليستي الذي صارخ أسكت يضربها من صنعة تسقط في عمران العالم أصبح متطور إلى درجة أنه يتحدث عن الدرع الصاروخي والسعودي لها ثقلها في هذا القنب الحديدية القنب الحديدية أنظمة باتريوت تسقط أي شيء وهم يعرفوا ذلك من قبل عام تسعين على أدل الصالح يدريك جيد أن هذا الكلام أن السعودي ودول الخليج ينتركوا هذه الأسلحة لكنهم يريدوا رفع المعنوية لأتباعهم بأي شيء من الذي سرب مصطلح الخيار الاستراتيجي للآخر؟ المخلوع صالح سرب الخيار الاستراتيجي ليقول الحوثي أم الحوثي كان تبادل هذه المعلومة لبعض وطلعه حسب أعتقد أخي الكريم أن علي عبدالله صالح هو الذي صنع الحوثي وعلي عبدالله صالح يستخدم غباء الحوثي لتحقيق مآربه نحن نعرف العقلي الذي يفكر بها الحوثي وأتباعه ونعرف العقلي الذي يفكر بها علي عبدالله صالح ومدى على ما يقال التكتيك المنتقم من كل شيء علي عبدالله صالح لا يضيره شيء أن حرك علي عبد الملك الحوثي لأنه أصبح منته هو بالفعل علي عبدالله صالح أمن مستقبل أبنائه واخرقهم من الوطن فهم عايشين في أمان في دول خارج اليمن ومن تبقى معه يبيع عليهم الوهم بالخيارة الاستراتيجية والكلام الفعضي أي خيارة استراتيجية تمتلك أنت وأنت لم تستطع توفر دبة غاز أي خيارة استراتيجية وأنت أتباعك يموتون بدون يعني في أشياء أنت رأيت الصور الذي انتشرها الصليب الأحمر من المأرب لضحاياهم تركوا القثة تتحلل أي أخلاق يمتلكون هؤلاء هؤلاء حاقدين تفكيرهم أريد فقط أن أذكرك أخي الكريم وأذكر المشاهد الكريم أنه في فترة من الفترات يعني بعد الإنقلاب حصلت مناوشات نوعا ما في معسكر الصباحة فظهر عبد الملك الحوثي على الهواء يعتذر لعلي عبدالله صالح أن هذه لن تتكرر فيمكن الوجود هذه القوات هي كانت خيارات استراتيجية وإذا لا يقال له هذه تبعنا مع بعض هذا ينتبه تحافظ عليها لأننا مشتركين فيها وإن هذه اللي ستنجينا في قادم الأيام في معركتنا القادمة مع الشعب اليمني فعلا هذا أخي الكريم هذا دليل واضح على التنصيق والتحالف بين الحوثي وعلي عبدالله صالح فهذا يدحظ كل الكلام الذي يقول أن علي عبدالله صالح جهة سياسية وعبد الملك الحوثي جهة عسكرية في جبهة واحدة وفي خندق واحد ضد الشعب اليمني وضد الأمة العربية يحملون المشروع الفارسي التدميري الدموي السلالي الطائفي العائلي هؤلاء لكن دعني أحدثك عن شيء مهم عندما كان الحوثي يقتحم صنعة وتسقط المعسكرات المعسكر تلو المعسكر حسب اعتقادي أنه أنتشى بقوتها التي امتلكها من المعسكرات خصوصا 310 لواء القشيبي شيد القشيبي رحمة الله عليه ثانيا بعض المعسكرات فأراد أن ينقلب على حليثه علي عبدالله صالح وهذا حقيقة أراد أن ينقلب لأن الحوثي لا يمتلك أي عهد وكم معاهدات واتفاقيات عملها مع علي عبدالله صالح من قبل ومع القيش اليمني ومع الشعب اليمني من قبل فنقضها كم عمل معاهدات واتفاقيات مع القبائل مع التنظيمات السياسية ووافق على مخرقات مؤتمر الحوار في موفمبيك وينقضها في آخر يوم يوافق على اتفاقه وينقضها في آخر يوم فلو تنظر إلى حصافة قوات التحالف وذكاؤهم ودلائل حقيقية بأساليب الحوثي وتلوناته عندما الحوثي قرر يعمل بعض الاتفاقيات خصوصا الباحثات في مسكت دول التحالف يتعاطى معه بالشكل الذي كان يتعاطى الحوثي مع الاتفاقيات السابقة لا يعيره أي اهتمام لأنه لن يرضخ إلا للقوة الحوثي عندما يفقد سلاحه ويفقد وقودها العسكري سيخذع لكل القرارات الدولية سيكون مواطن نحن نريد أن يكون مواطن نرحبهم أشقاءنا ودمهم دماء لكن الآن يجب أن محاكمة كل القتلى وكل الذين تلطقت أيديهم بالدماء ولا يمكن للشعب اليمني أن يغفر لهم مهما كان مهما حاولت بعض القوى تمرير بعض المشاريع الوهمية حقيقة لأننا وصلنا إلى مرحلة يجب أن نكون شفافين في التناول لكثير من الموضوعات دعني بس أشرك معنا الأستاذ محمد عسكر عضو مؤتمر الرياض السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيك عليكم السلام ورحمة الله أخي فؤاد يعطيك الصحة العافية الخطاب الأخير للمخلوع صالح كثير من المحللين والمتابعين قالوا أنه خطاب النهاية نعم نعم دعني في البدء أحييك وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة أخي أستاذ فؤاد وكذلك الشكر لضيفك ومن خلالكم إلى كافة مشاهدين قناة عدن الحبيبة في الحقيقة هذا خطاب ليس خطاب النهاية في تقصير شخصي بل هو خطاب ما قبل النهاية سيتلو هذا الخطاب خطاب أخير سيظهر للشعب اليمني حجم المؤامرة وحجم الخديعة الكبرى التي أدخل فيها خلال خمسة أشهر العياب السابقة على يد شخصين لا يتورعان عن قيام بأي أعمال كارثية في حق اليمنيين سواء في الإنسان اليمني أو في العمران أو في أي شيء للأسف هؤلاء أدخلوا اليمن أو أدخلاء اليمن علي عبدالله صالف عبد الملك الحوتي في نفق مظلم لتحقيق مآرب شخصية بعد الخروج من هذا النفق في اكتشف المقدعين بهما أنهم كانوا قد أدخلوا داخل أدخل كبرى وخديعة كبرى خلال الخمسة أشهر الفائدة نعم هل كنت نحن متعودين أنه دائما الخطابات تأتي بعد أحداث فهذا الخطاب جاء بعد تحرير كامل مآرب نعم نعم هو طبعا بعد كل حدوث انتشار للمقاومة والجيش الوطني هو بيحاول أن يظهر لأتباعه ويحاول أن يخفف من وطأة هذه الانتصارات لأن الانتصارات هذه كالمطرقة مطرقة مطرقة الحقيقة التي ستصدع يوما ما شاء من شاء وأبا من أبا هل لاحظت أنه نوعا ما يتهرب من مسألة التحالف الوثيق بينه وبين الحوثي يعني خلال الفترة خلال هذه الحرب أم هو تأكيد لأنهم لا زالوا وسيستمرون وسيحاكمون في قفص اتهام واحد المستبع لسلوك علي عبدالله صالح المخلوق السلوك السياسي خلال المراحل السابقة يخرج بنتيجة وحقيقة هي أن هذا الرجل يعني أستاذ كبير في مسألة الخديعة وكان معروفا لدى كثير من دوائر الإقليمية والدولية ويصف بصفة الكاذب الدولي الانترناشنل لاير وهذا الرجل معروف أنه يحاول استعمال كافة أساليب الخديعة منها على تبيل المثال الذي ظهر في خطابه الأخير أنه يحاول أن يتبرأ من التحالف مع الحوثي بينما يناقض نفسه في نفس الخطاب ويقول إذا أوقفوا الإطلاق النار وأوقفوا الطيران أوقف كافة العمليات العسكرية وكأن القرار بيده فأي تحليل علمي لخطاب علي عبدالله صالح يظهر حجم التناقضات في شخص يعيش وعاجة ردحا من الزمن على التناقضات وعلى الخديعة وعلى الكذب لكن في النهاية كما تقول الحكمة أن الكذب حظه قصير نعم هذه التناقضات وهذا الكذب وهذا التدليس وهذه الخديعة وهذا الإجرام الذي مورس من قبل هؤلاء القتلة حقيقة نلاحظ نحن يعني بصراحة في هذا البرنامج نرسل رسالة واضحة لبعض التحركات الدولية التي تحاول أنها توقف عجلة الوصول لهؤلاء الناس ومحاكمتهم بل وتحاول أن تقدم مشاريع لإنقاذ لهم للأسف يعني يعني لو ننظرنا للتحركات الدولية والأممية سنجد أنه بعد كل نصر حقيقي للتحالف وللمقاومة على الأرض يتحرك قلس الشيخ وكأنه محرك بالريموت من أجل أن يوجد مخرج لهذه الجماعة المتمردة الانقلابية باعتراف العالم أجمع باعتراف قرار 22-16 باعتراف كافة مواطق الدولية أن جماعة انقلابية متمردة ليست كذا فحسب بل إنها أجرامات وارتكبت جرائم حر وقرائم ضج الإنسانية وفق كافة المعايير الدولية ومع ذلك نأتي ونجد أنهم لا يتعاملون معهم كجماعات انقلابية ولا كجماعات ارتكبت جرائم حرب ولا كجماعات إرهابية بل يتعاملوا معهم كجماعة سياسية أدخلت في إطار خلاف سياسي سلمي لماذا لا تتعامل ولد الشيخ ويذهب إلى القاعدة أو إلى داعش ويتعامل معهم كما يتعامل مع جماعة الحودي وعلي عبدالله صالح لو حسبنا كافة الأضرار التي ارتكبتها القاعدة أو داعش في العراق وقصنا على حجم الأضرار والدمار التي خلفوه تمرد علي عبدالله صالح والحودي سنجد من هو الإرهابي ومن هي الجماعة الإرهابية نعم للأسف كما عوزتنا المؤسسة الدولية أنها تتعامل بمعايير وتكيل مكيالين هذه الجماعة يجب أن تعامل كجماعة مارقة على الإجماع الوطني والإقليمي والدولي خرجت على كافة الاستحقاقات الوطنية الانتخابات والدشتور خرجت على مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها اليمنين ومع ذلك مجد أن قارب النجاح يلقى إليهم عند أك أي خطورة تحيق بهم من قبل التحالف أو المقاومة على الأرض نعم إذن إجرام وقتل وتشريد واستخدام الأطفال والزك بهم في أتون المعارك وتلغيم المدن والمناطق التي احتلوها برأيك بعد هذين الخطابين الانهزاميين الأخيرين ما هي خطتهم القادمة يعني ماذا يمتلكون من أدوات الإجرام والاستمرار في سلوكهم المشيين هذا سؤال وجيه أخي العزيز هم كان لديهم خطة ألف وهو السيطرة على كافة المناطق اليمنية وفرض شرعية الأمر الواقع أمام اليمنيين وأمام الأقليم والعالم فحينما فشلت هذه الخطة ألف اتجهوا لديهم خطة باء وهي خلق حالة من الفوضى في المناطق المحررة منهما والتي يعني أخرجوا منها على يد يعني المقاومة في المناطق مثلا الجنوبية وتعاون مع التحالف هذه الخطة تهدف إلى هدف الرئيسي الهدف الأول وهو إكبار مثلا اليوم حدث اغتيال مسؤول الهلال الأحمر في منطقة المنصورة في عدن هدف إلى إخراج الإماراتيين الذين يعملون على الإغاثة والإعمار في عدن من عدن الهدف الهدف الثاني أو الآخر وهو أن يعني يجعل المنظمات والمنظمات الداعشية التي يتم الزكبها الآن إلى عدن من خلال علي عبدالله الصالح والحودي وكما أثبتت كافة تحقيقات التي يعني وقدنا أن داعش لم تقم بأي مقاتلة ما يشمى داعش يعني للحوديين في عدن لكن حينما جاءت الحكومة تم تفكير مبنى الحكومة ومبنى مركز عمليات الهلال الأحمر الإماراتي في البريقة هذه الهدفين يعني يسعون إلى تحقيقه علي عبدالله صالح من خلال خلق حالة الفوضى في وجهة نظري وتقديري الشغطي أنه الوضع خطير جدا الآن في عدن حالة الفراغ التي تشهدها من خلال ضخ أموال وضخ صلاح وضخ أفراد يقومون بعمل خلق للخروج من هذا المعزاق والخروج من هذه الحالة مطلوب ثلاثة أمور على وجه السرعة من القيادة الشرعية الحكومة وكذلك الرئاسة الأمر الأول سرعة استيعاب المقاومة بحسب قرار رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني في يوليو 2015 بحيث كل تشكيلات المقاومة التي حاربت الميليشيات تنظم و يتيثم تنظيمها وفق تشكيلات أمنية وعسكرية في مؤسسات الجيش والأمن الأمر الثاني المطلوب وهو سرعة توسعة مجلس المقاومة خصوصا في عدن برئاسة الأخ الوزير ميليشي البكري بحيث يكون هو الممثل الوحيد أمام الشرعية أو أمام الإقليم أو أمام التحالف للمقاومة في عدن ولا يدعي كل من هب ودب أنه في المقاومة الأمر الأخير وهي النظر لموضوع الأمن كمنظومة وليست كمركز شرطة يبنى هنا أو هناك من خلال يعني النظر للمقاومة الأمن كمنظومة أن يتم عمل بشكل متوازي لبناء أجهزة أمنية سريعا وكذلك الاتقاه في التعليم والصحة ورعاية الجرحة ورعاية أسر الشهداء في اعتقادي الشخصي إذا تم العمل على الأرض بهذه الرؤية فستطيع الخروج بأقل الخسائر وإفشال الخطة التي يسعى الحوثي والرئيس المقلوع إلى تنفيذها في المناطق المحررة نعم أنا أعلمك فقط أنه تم اليوم اجتماع لمختلف أطراف العملية الأمنية في عدن وهناك خطة أمنية كبرى لعدن والمحافظات المحررة سيتم تنفيذها عاقلا وهناك تنسيق تام لذلك وإن شاء الله ستكون الأمور أفضل في قادم الأيام أستاذ محمد عسكر شكرا جزيلا لك أتمنى لك توفيق حقيقة المتتبع لسير العمل الميداني والعسكري والخطة والدولي يلحظ التالي انتصار للشرعية في مناطق معينة ظهور خطاب لهذين الشخصين القتلة ومن ثم تحرك دولي هذه ليست مصادفة وليست المرة الأولى لكن تتكرر أولا أخي الكريم أنت تحدث على سلطة انقلابية علي عبد الله صالح أنخلع من الشعب اليمني في عام 2011 عبد الملك الحوثي حاول ينقلب على السلطة ويستولي عليها بفضل الله ثم بفضل القوات التحالف وأشك أنا في دول الخليق والدول العشر أفشلوا المشروع الانقلابي فحاليا تتواقد السلطة الشرعية في عدن وعادة الحكومة اليمنية وعادة الرئاسة وستعود لاحقا إلى اليمن ثانية النصارة الميذانية كبيرة وموقعة للحوثيين ومليشياتهم في مارب في عدن في تعز في الكثير من الجبهات أما عن والد الشيخ وتحركاته فلا يقل لا أريد أن أقول خبثا لكن لا يقل عن دور قمال بن عمر فيما يقوم به عفوا كان قمال بن عمر يقوم بمبادرة للحوثيين في عمران والحوثيين ينقلب إلى ضواحي صنعة يعمل خطوة يعمل مبادرة في ضواحي صنعة الحوثي يقتحم صنعة يعمل مبادرة في صنعة اتفاق السلم والشراكة يدخل الرئاسة يدخل الرئاسة يحاصل رئيس القمهورية ويعتقل الوزراء ورئيس الوزراء فأصبح قمال بن عمر والأمم الذي يمثل الأمم المتحدة للأسف الشديد أصبح أداء بيد الحوثي ولد الشيخ حاليا يقوم بنفس الدور وإلا لما قلس معهم في مسقط وهم سلطة انقلابية ينفذ القرار الأممي ليس سلطة مليشيات انقلابية فعلا آسف التعبير على الحوثي ومليشياته وعلى المخلوع ومليشياته أن ينفذوا القرار الأممي بالحرف الواحد ومن ثم يتحدثوا عن أي حقوق مواطنة ثانيا نقطة المحاكمة الدموين لن يتسامح فيها الشعب اليمني سيحاكمون عاجلا أم آجلا نعم ألا ترى هذه الأمم المتحدة ألا يرى هذا الشخص تلك المجازر هنا وهناك 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 هذه الدماء التي تسيل جراء أعمال قذرة تقوم بهذه المليشيات في كل محافظة القمورية ومن ثم يتعامل كأنها مكون سياسي ومسألة عادية وتعالوا يعني 48 ساعة موعدنا للراد وما يعني وصلنا إلى نحن حقيقة نريد أن نفهم أخي الكريم تتحدث عن ممثل للأمم المتحدة عندما كانت تدمر عدن وتقصف وتقتل فكان يقلس مع الحوثيين في صنعة كان أبناء عدن يناشدون ولد الشيخ بزيارة عدن اليوم تعز تدمر وتقتل ويقتل أبنائها تحاصر لماذا لا يزور تعز؟ ألم يكن ممثل للأمم المتحدة؟ أنت تتحدث عن أداة من أدوات الحوثي لا يقل دوره عن دور الحوثي ولا يقل دور ولد الشيخ عن دور محمد المقالح ومثلية الحوثي حتى يثبت لنا العكس فسنرفع له القبعة وسنحن إلىوها ماتنا أمام دوره إذا كان يتعامل مصداقية ومنطق ويعكس الدور الذي يقوم به الآن نريد من ولد الشيخ أن يزور تعز نريد ولد الشيخ أن يزور المعتقلات الحوثية نريد ولد الشيخ أن يتحدث عن ثلاثين ناشط سياسي وشبابي أرادوا أن يقدموا مال تعز فاعتقلتهم المليشيات الحوثية نريد ولد الشيخ يطلق وزير الدفاع يطلق وزير الدفاع يطلق الكثير من الضباط نريد ولد الشيخ الذي يتحدث عن مكون سياسي أن يعيد المقارات التي تحتلها المليشيات الحوثية لحزب التقمع الماليصلاح والكثير من المكونة نريد ولد الشيخ الذي يتحدث عن أن الحوثي مكون سياسي أن يعيد منزل الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي يعيد القصر الجمهوري يعيد تتحدث عن أحد أدوات الحوثي أنت هذا للأسف يثبت لنا عكسها يصل الماء يعني يعمل مبادرة أممية لإيصال الماء للمحاصرين في تحيز إيصال الدواء هذا ربما ستأكسل كثير من الدور الأممي الإيقابي لكن حالي عند الأمم المتحدة السلبي طالما الممثل ولد الشيخ يعني الآن المؤتمر الشعبي العام اجتمع بقيادات معروفة وقيادات لها ثقلها ولها ارتباطاتها في كل محافظات الجمهورية وهذه القيادات قالت للمخلوع كفى وأزاحتهم الرئاسة هذا الحزب يعني إذن الأمم المتحدة غير معترفة بهؤلاء القدرة كلهم وتتعامل مع الانقلابيون وتتعامل مع القتلة ستعترف عاقلا أو ما عاقلا الأمم المتحدة من يمثلها في هذه الأيام أحد أدوات الحوثي لا يقلسون عن قمال بن عمر هذا نقطة أما الإخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام الأحرار الشرفاء الذين أصدروا البيان ويجتمعوا وأصدروا قراراتهم ضد المخلوع وعصابته فكانت خط وجريئة جدا خطهم هم جدا أثبتوا أنهم وطنيون أثبتوا أنهم من اليمن وإلى اليمن ليسوا من صالح وإلى صالح فكانت تشبيه المخلوع تشبيه سيء جدا يدل على أخلاقه القدرة عندما يقول أن من كان في المؤتمر وأصبح في الرياض كان تحت قدمي فأنت الآن تحت قدم الحوثي يا مخلوع أنت وعبيدك ممن تبقى معك فأصبح يتحكم فيكم مليشيات جاهلة بعد أن كنت تحمل الناشين العسكرية والرتبة العالية أصبحت تحكم من قبل شخص لم يحمل شهادة ثالث عدادي هذه الحقيقة أما أحرار المؤتمر الشعبي العام الذين مهما كان الشعب اليمني ينظر إليهم أو إلى التصرفاتهم السابقة إلا أنهم حسب اعتقادي عملوا شيء جيد في هذا اللقاء الأخير والقرارة الأخيرة وإحالة المخلوع للعقابة التنظيمة في المؤتمر الشعبي العام فأحييهم وأحيي موقفهم البطولي وشقاعتهم وإن شاء الله رب العالمين قريبا قريبا يكون المؤتمر الشعبي العام بتشكيلته الجديدة إلى جانب المكونة السياسية ونتمنى أن يكون ممثل الحوثي بين ممن يكون اليمن ما عدا من تلوثت أيديهم بالدماء اليمنية فنحن لا نسعى إلى مزيدا من الدماء عفوا عفوا كان معنا خلال الفترة الماضية حقيقة في هذا البرنامج أحد أبناء صعدة قال من المعيب أن أحد يمكن أن يتخيل أن الحوثي يمثل صعدة لماذا نعطي لهذا الشخص ما لا يستحق أنت من اليمن وأنا من اليمن ونعرف إذا هناك أحزاب وهناك منظمات وهناك تنظيمات معينة لها وهناك لوائح منظمة ادخل في تنظيم سياسي وقدم أوراقك وأهدافك يا أخي الكذب نريد أن نكون شفافين ونقول للقتلاء أنتم قتلاء لا تستحقون أن تكونوا بناتا لليمن في قادمة ولل مستقبل يمن أخي الكريم تتحدث عن مكون أنصار الأول الحوثي الحوثي حكم مناطق شمال الشمال بالقوة والجبروت كان من خالفه رأيه فجر بيته قتل ابنه قتل وزق به في استقن فأصبح بهذا الرعب الأسوأ من داعش إذن كيف أن أسمح له أنه يستمر في تلك المناطق هؤلاء الناس يبحثون عن من يحررهم حقيقة أكيد أكيد وقوات تحالف عازمة على تحرير الإيمن شبر شبر وكما تكلم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنه سيرفع علم الجمهورية فوق قبل مران وإن شاء الله رب العالمين سنحضر كلنا إلى صعدة وسنحتفل بالنصر الكبير العظيم في هذه الديار الخضراء السعيدة وصعدها لا يتجزأ من الوطن اليمني نعم هل فهم الناس ما المقصود برفع العالم حقيقة هل يفهمون ماذا يعني رفع العالم في مران نعم الكثير يفهم في هذا الكلام لكن أخي الكريم المقصود أن لا بد أن يكون هناك دولة والمواطن يتبع هذه الدولة ومؤسساتها والعدل يأتي من هذه الدولة وأن لا يكون هناك وصية على المواطنيين البسطاء وأن يكون كل الناس سواسية هذا هو مغزاء ورفع يعني نحن نتكلم عن علم شكلي إذا كان رفع علم شكلي سيرفع فيه نحن نريد أن هو رافع ورافي أول عندما كمل بعدين السيء عمل خطاب وعمل العالم وراه المسألة ليست شكلية نحن نريد أن تعود الدولة بمؤسساتها وسلطتها المحلية بمحاكمها بأقصامها الأمنية إلى ربوع الوطن بما فيه صعدة أخي الكريم الحوثيين أصبحوا يمارسون دور إرهابي لإرهاب المجتمع اليمني في كل مكان تواقدوا فيه أنت تعرف ماذا حدث في عدن تعرف ماذا يحدث في تعز تعلم جيدا ماذا يقري في صنعاء هناك الكثير من المعتقلين يعتقل على سبب لا يعقل أنه يعتقل عليه أحيانا على رغمة التلفون أحيانا على تصرف يعني أشياء طفولية طيشانية إرهابية الدموية الكثير من الكثير بل يقال أن فنان كبير مثل نادر الجراد يقتل بسبب أنه لم رفض أن يردد لهم الصرخة يقال يقال أنهم قتلوا الكثير بسبب أنهم لم يدفعوا ما يريدوا رجل أعمال كبير قتل اليوم في الحديد بسبب أنه رفض دفع مال أتحفظ على ذكر اسمه حتى تأكدنا المعلومة نعم خطابات ورسائل ومواطن يستمع وأطفال يقتلون أخي الكريم هناك من يتصدر المشهد لفترة الأربع سنوات لخمس سنوات ويبدأ الشعب يتذمر منه ينظر إلى قصوره ينظر إلى عيوبه ينظر إلى إخفاقاته الأمنية والاقتصادية لكن الحوثي خلال سنة استعدى الشعب اليمني برمته استعدى أبناء صعدة من الوهل الأولى لكن الشعب اليمني هناك كثير من المخدوعين به وإن تعرف إعلام المطمرة الشعبية العام وحزب المخلوع وقناوة المخلوع كان تروق للحوثي فكان الشعب اليمني يتحدثون عن الأمن في صعدة وعن وعن فخلال أقل من سنة بانت حقيقة الحوثي وانكشف وجهه القبيح فاستعدى الشعب اليمني وأصبح لا أحد يتمنى الحوثي أن يحكم حتى مديرية لا حتى عزلة فماذا ستحدث أنت دنب الغاز ب16 ألف ريال وغير موجودة وعمل ثورة على أساس أنها كانت ألف ريال في المشتقات النفطية فهذا من الهراء والوهم الذي كان يبيعه على أتباعه الحوثيون يكذبون كما يتنفسون صدق الدكتور محمد جميح عندما قالها فنحن الآن نشاهدها مرهانا على الأرض الحوثيون يكذبون في كل شيء يستخدمون الذرائع لتحقيق المقارب نعم الحجد في الخطاب الأخير لا زال يدعو الناس للحجد والمواقهة والقتال يعني صعدة أصبحت مقبرة كبيرة حسب ما حدثني أحد أبناء صعدة باتصال تلفوني حقيقة مقبرة كبيرة كثير منه وكذلك عمران وكذلك صنعة يعني إلى أي هل هذا الشخص لا تعنيها الدماء دماء أتباعه يعني هو لا تعني دماء كل الناس هو عنده فتاوى بقتل كل الناس لكن أتباعه الذين يعملون معاه في السابق كان الحوثي ينتشي انتشاء المنتصر ويتحدث عن اليمن وعن البناء وعن التنمية وعن 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 لكن الخطاب الأخير عندما تقراه من الناحية النفسية فكان من هزم مرتبك ملخبط الأفكار مشتت الذهنية يدل مدى الألم الذي يعتصره والخوف الذي يتمكن فيه أما عن صعدة وعن المقبرة فالمشروع الدموي من الوهل الأولى منذ تواقد الحوثي وفكر الحوثي في صعدة حول صعدة إلى مقبرة صغيرة ثم متوسطة ثم إلى مقبرة كبيرة فصعدة لا يكاد أن يوجد بيت في صعدة إلا وفيه قتيل أو قتيلين أو معوق أو قريح بسبب هذا النهج العقيم هذا النهج الفارسي هذا النهج العائل السلالي الذي يريد أن يحول اليمن العربية أصالة العرب والقطعة التي بين أشقائها لتكون قطعة فارسية ولا أهل إيران وإلى ملالين قوم وهذا مستحالة أن يحدث فالذي يقرأ التاريخ جيدا يدرك معنا هذا الكلام اليمن ستظل عربية ستظل بين أشقائها ستظل في محيطها الطبيعي القغرافي والإقليمي نحن بيننا وبين دول الخليق علاقها تاريخية لا يمكن يستطيع أي فكر أو منهج يفصلنا عن أشقائنا أما الحوثي فأنتهى فهو في اللحظات الأخيرة الحوثي لن يستمر أكثر من أربعة شهر تواقد الحوثي في المنطقة بشكل عام لن يستمر أكثر من أربعة شهر فأذكر كلامي هذا جيدا إلى بعد أربعة شهر هناك أصبحت شعب اليمني ينتفض على الحوثي في كل مكان أصبحت قوات تحالف مشكورين على ما يقدمه للشعب اليمني تحقق انتصارات مع القيش الوطني هناك نواه للقيش الوطني بدأت تعمل بدأت تكون وحدات وألوية في الكثير من المناطق بدأت تأخذ مهامها القيادة الشرعية أصبحت تمارس دورها بل مستوى القيد حتى ولو علينا بعض التحافظات والملاحظات على بعض الأشياء لكن نحن معاهم في هذا الموقف في هذه اللحظة العصيبة حكومة لا تمتلك ميزانية تم محاصرة الحكومة تم محاصرة الرئيس هربت الحكومة إلى عدن والرئيس كذلك لوحق بطائرات وقصف يعني قصة طويلة لابد من إعادة نحن الآن بصدد إعادة بناء وقه الدولة والدولة القادمة هذه الفكرة العامة التي يجب أن نقف أمامها يعرفها الجميع أخي الكريم حتى لو كان نوعا ما قصور طيب فقط يعني نقف على هؤلاء الناس على رسائلهم وعلى التغرير بالبسطة لماذا ذهبت قواتهم أو مليشياتهم إلى الوازعية ولماذا دخلت القرى يعني الله سبحانه وتعالى يقول كأن هناك إرادة إلهية يجب أن يقتلوا في كل وادي من أودية اليمن هكذا كانت الدعوة التي دعت بها إمرأة ذات يوم عندما هدموا بيتها أنهم يشتتوا في القبال ويشتتوا في الأودية ويقتلوا وهذا الذي نراه حقيقة ونتابعه ونشاهده أخي الكريم عندما نزل حوثي بمليشياته إلى أمديرية الوازعية أمديرية الوازعية معروف ببطولتها وبشراسة أهلها فنزلوا بغرور وبنشوة كبيرة هي نموذج فقط من نماذج الأودية التي وصلت لك فعندما تحقق لهم مقربهم الأول في الدخول فكان فيهم من الخطة الاستراتيجية العسكرية التي كانت في المقاومة وكانت المعركة حقيقة غير متكافأة لوجود بعض العربات والدبابات مع المليشيات الحوثية لا تتوفر لها مضادات للدروع فعندما دخلوا أصبحوا في كل يوم يفقدون الخمسة عشر قتيل عشرين قتيل ففي كل يوم يضحى بهم في جبهة في كل يوم يقتلون ويدفنون في وادي يدفنوا في نفس المكان في نفس المكان وأنا أنشر دائما في صفحتي صور الحوثيين وهم يدفنوهم أبناء المنطقة فأصبحت الوازعية مقبرة للحوثيين أصبحت الوازعية كابوس مرعب للحوثيين كثيرا الصحف الدولية والمحلية عنوانها الكبيرة الوازعية مقبرة للحوثيين فهذا حقيقة ليس من فراغ هذا نقطة النقطة الثانية الذي نحن مثل ما قتل الإماميون على أسوار قلعة المقاطرة هذه المرة الإماميون القدد يقتلون في الوازعية ينتحرون في الصنمة ينتحرون في الشقيرة في المحيفر ينتحرون في جبهة الخزام في الأغبرة ينتحرون في المنصورة الحوثيون في كل يوم يقتل منهم من عشر إلى خمسة عشر وهناك بعض الأيام قتل منهم ثمانية واربعين في منطقة الصنمة عندما وقع لهم استهداف محكم واستسلم منهم خمسة وبادلوا الأسرة بل كثير من أبناء الوازع اطلقوا صراحهم في كثير من المحافظات فأعلنوا الهزيمة وانسحبوا من الأحيو فما حصل في الوازعية حصل استبسال أسطوري وصمود أسطوري أنا سمعت أنه مثلا في هذا الوادي أنهم منهم من هرب من المواقع ووصل إلى بعض الناس وسلم أسلحته وقالوا أعطيني بس فين الطريق اللي تخليني أخرج من هذا المكان فعلا هذا حقيقة حدثت بعض الحوثيين المغرر بهم أطفال في سن 17-18 سنة هربوا إلى بعض الأخوة المواطنين على الطريق يتكلم بلغطهم العامية المعروف يا منعاه أين طريق البرح طريق البرح هذا مديريه على طريق التعز حيث يتواقد الحوثيين يهربوا منه يا منعاه أين طريق البرح فأصبحت شايق في الفيسبوك يا منعاه أين طريق البرح فمن الحوثيين من باع السلاح الشخصي حقه بعشر ألف ريال نحن لا نقول حوثيين قل مغرر بهم مغرر بهم هذا المعتوض أما الحوثيين ما زالوا أسرى لدى المقاومة في المديرية ما زالوا إلى هذه اللحظة أحدثك عن أسرى وأحدثك عن قثث الحوثيين تملأ الوديان والجبال هناك قثث في منطقة قبل الصبيحي من الحوثيين هناك قثث موجودة على قبل منصورة بالقرب من جبل نمان هناك قثث موجودة بالقرب من قبهة الخزان من أبطال غبرة الذين قدموا دور لا يستهان به في هذه المحركة التاريخية في تاريخ اليمن أما أحدثك عن عن ما حدث اليوم بمرارة وللأسف الشديد هناك خطأ كنا لا نتمنى أن يحدث لكن حدث وإن شاء الله رب العالمين لا يتكرر هناك استشهد بعض الأخوة من قيادة المقاومة ما يقارب العشرين الشهيد والأربعين الجريح بقصف لم يكن موفق بسبب ضعفة تنصيك بين القيادة الميدانية والقيادة قيادة التحالف فقيادة المقاومة سيطرت على أماكن تواجد الحوثي فقال اليوم فكانت الطائرة تعتقد أن المليشية الحوثي مازالت تواجد في الهدف فقصفت هذا الهدف فهذا الذي سبب لنا الحزن والشديد في نفوسنا فإن شاء الله رب العالمين نتعافى من هذه الصدمة المؤلمة الذي أوقعت قلوبنا ونترحم على شهدائنا ونعصب جراحنا بأيدينا ولن ننكسر أمام المليشيات الحوثية وسننتصر ولن نركع أمام أذناب الفرس مهما كانت فنحن نعرف وندرك جيدا أن قوات التحالف أتت لتحرر اليمن أتت لساند اليمن أتت لتخرجنا من النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه هذه المليشيات فمهما كانت الأخطاء إلا أنها لن تكون مقارنة مع قرائم الحوث الدموية فنتمنى قيادة التحالف أن تلتقط هذه الرسالة بموضوعية وجدية أن لا يتكرر مثل هذه الأخطاء وأن يكون التنصيق على أعلى مستوى وأدق وأن تعود جبهة الأحيوق إلى ما كانت عليه صامدة وعلى فكرة أخي الكريم لن تثنينا هذه الأخطاء عن مواصلة دربنا وحزمنا في الكفاح والصمود أمام هذه الفئة وإن شاء الله رب العالمين سنحررهم من الوازعية وسنلاحقهم إلى موزع وسندوسهم في الخوخة وسنلحقهم الهزائم في الحديدة وإن شاء الله رب العالي اليمن سيعود إلى ما كان وأفضل بإذن الله تعالى نحن في نهاية هذه الحلقة نشكرك أستاذ نوح الجاسري الناشط السياسي أتمنى لك التوفيق في مهامك جميعا كما أجل كل الشكر والتقدير لكم مشاهدين الكرام حاولنا في هذه الحلقة أن نكون قريبين من تلك الرسائل التي لا تبني ولا تخدم وطنا ولكن تحاول أن تجمل ممارساتها وعدوانها وغطرستها على أبناء هذا الشعب من قبل شخصين سيسجل التاريخ أنهم أجرما بحق هذا الوطن في الختام لكم أجمل التحاية وأطيب المنا من طاقم العمل جميعا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة